قبل الفاصل ليه اخترت هذه المجموعة ده مجهود اولا لازم اشكور حضرتك عليك بس بنسبة لك عادي كباحس يعني ليه اخترت هذه المجموعة المجموعة يعني اولا فاطمة اليوسف ده مؤسسة وهي ام كل الكلام ده ذات الشخصية القوية والجبارة وكانت فنانة ممثلة وفجأة قالت ان انا هعمل صحافة سنة 25 وراحت مكلمة محمد التابعة كان لسه ناقد فاني ما كانش كاتب سياسي وبذل الدور عظيم جدا لانشاء هذه المؤسسة دي اول حاجة ودي الام او صاحبة المشروع المفكر ايه قونت حاجات كتير طبعا طبعا المفكر الاساسي برضو في روزيليوسف كان نحساعب كدوس انا بعتبر ان نحساعب كدوس ده كاتب اسطورة بالنسبالي اصلا الناس بتاخده باستخفاف احيانا ايه موضوع الزنزانة موضوع الزنزانة هو اولا هو كان متعاطف جدا مع ثورة يوليو ايه وكان صديق الضباط الاحرار ايه وهو اختار اول رئيس وزارة احد الذين اختاروا اول رئيس وزارة لثورة يوليو بعد الثورة نعم وهو خارج ابن الليبرالية ابن الاربعينات وبيقول رأيه بوضوح وكان اثار قضية الاستحى الفزة وكده فلما حصل كده الشك في الثورة ما بين محمد نجيب ورفاقه ما بين مجلس كاتب الثورة ورفاقهم هو قال اراء صريحة جدا في الوقت دو وكتب ثلاث مقالات منهم مقال اسمه في صباح فيروزة فيروزة قاعد خمسة وتسعين يوم في السجن اليوم اللي خرج فيه وروح البيت لسه يدوب ما قاعدش التليفون بيرن فرد على التليفون فكان ميه على التفون على السامعة جمال عبد الناصر ازاق قال له قال له تقدبتي احسان قال له ما عرفش يرد طبعا قال له تعال افطر معايا وراح فطر معايا وكانت بقى لقاءات كتيرة جدا حصلت كالفطار ده تكرر بقى بين جمال عبد الناصر وما بين احسان عبد الناصر اه وبين الحسان القدوس ودي يمكن دي كالثالت مرة يتحبس بال بالناسبع احسان القدوس اتحبس في 45 واتحبس في 49 واتحبس في الفترة دي اعتقد ان احسان اول مرة اتحبس ليه؟ اول مرة اتحبس انه كان بينتقد اه نحاس باشي نحاس والتاني مرة برضو كان انتقاد للفهم النقراشي والحقيقة انه لم ينحني حتى بعد الحبسة التالكة دي لم ينحني لانه كان ألمه مهم جدا هو طلع كتب مقال عن 95 يوما في الزنزانة كتب عن في الوقت دو وكان هو الوحيد كان أهم صحفي في الوقت دو أهم من هيكل وهم من مصف أمين وعلي أمين كان أهم من هيكل طبعا